من جديد أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون العلام من مملكة البحرين من خلال الوزارة قد عملت في الأشهر الماضية على مراجعة وتقييم العمل الأعلامي للبحرين في الداخل والخارج سعيا منها لتطوير العمل والدفع باتجاه بالورة رؤية علامية موحدة وقوية مبنية على أسس علمية وواقعية حتى تتمكن البحرين من مواجهة كافة التحديات المحدقة بها وتضمن إيصال المعلومات الصحية بن سيابية تامة وأشار الوزير إلى أن كل ذلك تم تتويجه بصدور المرسوم الملكي بإنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني الذي يهدف إلى توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي وفق منهجية عمل واضحة حيث سيكون المركز مسؤولا عن وضع خطط والسراتيجيات الخطاب الإعلامي الحكومي والإشراف على تنفيذها وتطويرها كما لزم الأمر هذا بالإضافة إلى الترويج للبحرين سياسيا وحقوقيا والتصدي للحملات المغرضة التي تتعرض لها البلاد